موسيقى نشط الدكتور عمار غول رئيس حزب تاج بهدار الشباب لمدينة غالمة تجمعا شعبيا تناول فيه عدة قضايا جوهرية مرتبطة أساسا بالممارسة السياسية وكيفيات التعامل الإيجابي بين الجميع موالاة ومعارضة وقال إن الجزائر وطن الجميع وأمانة الأجيال القادمة تجمع غالمة الذي بدأ بالقرآن الكريم والسلام الوطني كان فرصة لرئيس حزب تاج بالتذكير أولا بحوادث الثامن من ماي ورجالات غالمة وعلى رأسهم الرئيس الراحل هواري بومدين رب يرحم شهداء ثمانية مايه خمسة وربعين ويرحم كل شهداء ثورة التحرير المباركة ويرحم كل شهداء الواجب الذين وقفوا ويقفون لحد الآن لتبقى الجزائر واقفة خواتي الفضليات إخواني الأفاضي لا يمكن هنا في قلمة ما نتكلمش على القائد الفذ العظيم الراحل هواري بومدين لا يمكن نعم لا يمكن لا يمكن هذه الولاية امتداد عبر التاريخ ونحن امتداد وحزب تاج امتداد للحركة الوطنية الأصيلة المعبرة عن عمق الجزائر خواتي الفضليات إخواني الأفاضي نعم لما نذكر الراحل هواري بومدين نذكر صحاب النيف صحاب العزة صحاب القدوة ونذكر الوطنية الخالصة النقية الزكية الطاهرة المعبرة بصدق من خلال التدسيد في الميدان الدكتور عمار غول لم يكتفي بالتذكير ببطولات الجزائريين عبر العصور بل عرج على قدرتهم أيضا لصنع المستقبل الزاهري والواعدي وذلك لما تزخر به البلاد من أمن واستقرار فضلا عن كفاءات وقدرات بشرية قادرة على ربح رهان التنمية والازدهار في أول زيارة في مهامي الجديدة خيرت قلمة عن قصد وحبينا من قلمة نعطي رسائل قوية على أن الجزائر فيها خيرات والجزائر بخير والجزائر إذا استطعنا كيف أن نجمع أبنائنا وبناتنا وأن نشمر على سواعدنا أن نصنع الخير الكثير 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 للجزائر رئيس حزب تاج فيه الكلمة الطيبة فيه القدر فيه الإنفتاح في عمل جواري هذه الصورة لنحبوها في الجزائر لأننا نحن الشعب الجزائر شعب واحد 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 لا يفرقنا أحد ما يفرقنا أحد وحد ولن نرجع أبدا 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 إلى سنوات الخراب والدماء والأشلاع أبدا 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 خواتي الفضليات إخواني الأفاضل وبالمناسبة كذلك أحيي بالمناسبة الجيش الوطني الشعبي سليج التحرير اللي اليوم رح صاهر في كل شبر من تراب الجزائر من هذا التراب تراب الوطن المفدى الجيش الوطني الشعبي سليج التحرير اللي رح صاهر اليوم ووقف على طمأنينة واستقرار وأمن الوطن وأمن المواطن مجهودات جبارة ممكن الكثير من الناس ممش عرن بها ممكن الكثير من الناس ممش حسين بها الناس حسة بالأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة لكن هذا الشيء رح موجود لأننا أولاً لدينا قيادة حكيمة قوية قادرة محنكة تسير البلاد بكل أريحية وبكل جدارة وتتمثل في القائد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وفي مقابلة خاصة مع قناة نوميديا نيوز قدمت دكتور عمار غول رئيس حزب أملي تجمع الجزائر مضمون عدة رسائل جوهرية كانت وستبقى حسبه تمثل الخطوط العريضة العامة وخريطة الطريق التي تبناها مناظل تاج في الماضي والحاضر والمستقبل قلت أن الأوان لبناء اقتصاد خارج المحروقات يعني باختصار يجب أن تنتقل مختلف القطاعات من مستهلك لميزان الدولة إلى قطاعات منتجة للميزانية ومن قطاعات تستهلك العملة الصعبة إلى قطاعات تصنع وتنتج العملة الصعبة ومن قطاعات فيها اليوم ضغط أو شبه يعني أبواب مغلقة على التشغيل إلى قطاعات تنتعش من خلال فتحها على التشغيل هذه الرسالة الأولى رسالة الثانية التركيز على التنمية المحلي لأن لا يمكن أن نتصور بناء اقتصاد خارج المحروقات من غير إعطاء لمفهوم التنمية المحلية لمفهوم التنمية المحلية مكانا خاصا يعني هناك العديد في كل منطقة ولو كانت هذه المنطقة جبلية أو منطقة بطبعة الحال نائية فهناك ثروات محلية يجب العمل على تثمينها وتنميتها وقلت لا يمكن لأمة أن تنتقل إلى أفاق أرحب وأن تستشرف مستقبل أوسع وأفضل إذا لم نعيد الاعتبار لقيمة العمل ولتقدير الناس ليخدمه نكرم الخدام ونقدره ونحس به ونشجعه وكذلك قلت كل هذا يجب أن يتم في إطار على أننا يجب أن نتحل جميعا بالمحافظة وتعزيز مكاسب الأمن والاستقرار سنعطي الانطلاق بإذن الله يوم أو واحد جوان وسنعطيه من ولاية بومردس لعدة إسباب سبب الأول أن ولاية بومردس هيئت مناطق رائعة للسياحة اثنين حتى نظهر للجميع أن ولاية بومردس التي كان لصيق بها الإرهاب أن اليوم الحمد لله تعافات وتشافات واليوم مقبلة على طي صفحة الإرهاب ويعني الدخول في صفحة الاستثمار وصفحة يعني النماء والازدهار بإذن الله ضف إلى ذلك ففي هذا الإطار عنا يعني تنسيق تنسيق نوعي مع وزارة الداخلية والجماعة المحلية من أجل إن شاء الله الانطلاق في موسم سياحي هادئ موسم سياحي عائلي موسم سياحي وإن فعلا إن شاء الله أننا نحاول باش نعطي يعني نظرة جديدة سولك جديد إن شاء الله وانطلاقه جديد تكون أحسن وأفضل بكثير ترجمة نانسي قنقر